أظهر أداء سؤال اكتتابات العام الأولي في دول الخليج علامات الانتعاش من حيث عدد الاكتتابات وإجمالية العائدات في الربع الثاني من العام الجاري مظهرا بعض الاهتمام بسوق الاكتتاب قبيل الهدوء المعتاد في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك حيث شهد الربع الثاني أربع اكتتابات عامة أولية بإجمالية عائدات بلغت مليارا ومائة وخمسين مليون دولار أمريكي في حين كان النصيب الربع الأول اكتتاب موحد لشركة الميزان القابضة الكويتية مجمعة عائدات بنحو مائتين وثمانية عشر مليون دولار وعلى أساس النصف سنوي شهدت أسواق الاكتتابات العامة في دول الخليج انخفاضا بنسبة 44% ليصل عددها إلى خمسة اكتتابات إلى أن متوسط قيمة الطرح ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 30% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب تقرير صادر عن شركة بي دابيو سي العالمي السوق السعودي كان أنشط الأسواق الخليجية بالاكتتابات العامة منذ مطلع العام بثلاثة اكتتابات تمثل 75% من عدد الاكتتابات العامة الأولية وعائدات بقيمة مليار دولار تمثل 87% من اجمالي العائدات التي تحققت خلال الربع الثاني الاكتتاب العام الأولي لشركة السعودية للخدمات الأرضية كان الأكبر بالربع الثاني محققا عائدات بـ 751 مليون دولار أمريكي في حين حقق اكتتاب الشرق الأوسط لصناعة الورق عائدات بـ 120 مليون دولار بينما جمع اكتتاب السعودية للعدد والأدوات 134 مليون دولار أمريكي وعمنيا أحرز الاكتتاب العام الأولي شركة العنقاء للطاقة عائدات بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتسجل عائدات اكتتابات النصف الأول تراجعا بنسبة وصلت إلى 28% ترجمة نانسي قنقر